ملء السدود في حين تقول الأرقام الرسمية أن الاستعمال المنزلي للموارد المائية لا يتجاوز نسبة 15% وأن 80% ذهبة للزراعة و 5% لباقي القطاعات معطيات لا تقنع السكان الذين يطالبون بتحديث منظومات الري وتوزيع المياه المغرب اليوم بطبيعة الحال يعاني من أزمة جفاف، أزمة نقص مياه، أزمة نقص تسقطات بطبيعة الحال يعني يحاول ما أمكن أن يواجه الموضوع بمستوات متعددة الرهان اليوم ديال المغرب رهان يعني توعية النشئة بالمخاطر ديال النقص ديال المياه الحكومة من جهتها تحتفظ بخيان رئيسي لحل معضلة الماء في البلاد حيث سلكت خيار تحلية مياه البحر ويضم المغرب حاليا 14 محطة تحلية ويهدف للوصول إلى 36 محطة تحلية بقدرة استيعابية تصل إلى مليارين متر مكعب سنويا تتوقع الإحصائية الرسمية أن يحقق المغرب 13 مليار متر مكعب من الماء سنة 2050 بينما سيحتاج المغرب معدل 20 مليار متر مكعب خلال السنة نفسها معدل يتير مخاوف واسعة ومطالب بحلول جديدة تستمر محاولات الحكومة المغربية لإيجاد حلول لأزمة الماء في البلاد أزمة لا يتوقع الخبراء نهايتها بسرعة باستمرار استنزاف الموارد المائية نورديني قجان الحرة ضواح الرباط